السلام عليكم نبدأ الآن بالتست الثامن من الوحدة السادسة وحدة الجداول في مادة الايكيو من هاجم تربو الكتاب الأول هنا المطلوب بإيجاد قيمة A هنا بكتابة المعادلات A زائد B هي عبارة عن 3035 لدي A زائد C هي عبارة عن 48 لدي B زائد C هنا هي عبارة عن 553 بإجراء عملية الجمع الآن أو إخراج 2 عامل المشترك 2 زائد A زائد B زائد C هي عبارة عن هنا لدي 8 و 16 بليد 1 هنا لدي 13 136 معنى A زائد B زائد C هي عبارة عن 136 136 على 2 هنا 13 تقسيم 2 6 16 تقسيم 2 8 68 المطلوب بإيجاد قيمة A لما كانت هنا B زائد C هي عبارة عن 53 هذا يؤدي أن A هي عبارة عن 86 ناقص 50 53 8 ناقص 3 5 6 ناقص 5 1 1 1 والإجابة هي B 3 3 1 1 2 1 1 المعادلات المعادلة لدي B زائد A تساوي C زائد 5 أيضا لدي C زائد B تساوي D زائد 6 ولدي أيضا المعادلة الأخيرة C زائد D تساوي A ناقص 7 الآن نقوم نضرب المعادلة الثانية بإشارة سالب هنا نحصل على C مع C تختفي B مع B تختفي يصبح لدي A زائد D تساوي إلى C ناقص D ناقص 6 زائد A ناقص 7 وما ننسى هنا لدي زائد 5 الآن هنا A مع A تختفي ننقل D إلى الطرف الآخر يصبح لدي 2D ناقص 2D C ناقص 2D هنا لدي ناقص 6 ناقص 7 زائد 5 يعني هنا أيضا نترك الزائد 5 في هذا الطرف ننقل إلى الطرف الآخر ناقص 6 وزائد 7 13 والإجابة هي G حصلت على نفس المعادلة المطلوبة في السؤال الثالث نقوم بكتابة المعادلات الاثنين A تساوي 4C هذا يؤدي أن A هي عبارة عن الاثنين C أيضا لدي الاثنين B تساوي A قوة ثلاثة هذا يؤدي أن B هي عبارة عن A قوة ثلاثة على الثنين يعني ممكن أكتبها بدلالة G يعني هي عبارة عن ثمانية G قوة ثلاثة على الثنين يعني أربعة في G قوة ثلاثة الآن معادلة الأخيرة هي عبارة عن C زائد B راح تساوي لدي قيمة X المعادلة الأخيرة هنا الاثنين C هي عبارة عن B على الثنين بإجراء عملية التعويض مثلا هنا في هذه المعادلة C نفسها تبقى قيمة B سوف أضع C قوة ثلاثة يساوي قيمة X الآن بإيجاد قيمة C من المعادلات هنا لدي 2C تساوي 4B هنا لدي B هي عبارة عن 4C مكعب بإجراء عملية التعويض هنا راح أجد أن B هي عبارة عن 4C وبالتالي بدل B سوف أضع هنا 4C 4C هي عبارة عن 4C مكعب هذا يؤدي أن C هنا تساوي الواحد لما كانت C 1 هذا بالتعويض المعادلة هنا 1 زائد 4 في 1 5 والإجابة هي D في السؤال الرابع نقوم بكتبة المعادلات A زائد B تساوي 13 B زائد C تساوي 13 C زائد A تساوي 11 نقوم الآن بعملية الجمع وإخراج 2 عمل مشترك 2 زائد A B C تساوي A B زائد A هي عبارة عن 18 وال C زائد B هي عبارة 20 24 يعني بإجراء عملية الجمع هنا لدي 2 في A زائد B زائد C تساوي إلى هنا لدي 12 2 1 62 هذا يؤدي أن A زائد B زائد C هي عبارة 30 31 لما كانت B زائد C معلومة هنا B زائد C هي عبارة 20 24 هذا يؤدي أن A هي عبارة 30 31 ناقص 20 24 هنا لدي 6 هنا لدي 7 بهذا الشكل يعني قيمة A هي 7 يعني هنا 7 ضرب 2 14 قيمة B زائد C هي عبارة 20 24 24 ناقص 14 10 والإجابة هي A في سؤال نقوم الآن كتابة المعادلة A زائد B هي عبارة عن 5 B أيضا لدي B زائد C هي عبارة عن 2 C فقط 4 عبارة تساوي 4 B وأيضا هنا B هي عبارة عن C B هي نفسها C يعني A هنا في هذا الموقع A هي عبارة عن 4 C بتعوذ المعادلة A على 4 عفوا 4 C على C وتساوي 4 والإجابة هي C في السؤال السابع نقوم الآن بكتابة المعادلة A زائد B ناقص C تساوي 7 يعني فورا هنا من كتابة من المعادلة A زائد B ننقل C إلى الطرف الآخر تعطيني 7 والجواب هو A في السؤال الثام نقوم الآن بكتابة المعادلة A زائد C تساوي 30 35 B زائد A تساوي 30 المطلوب هو C ناقص B سوف نضرب هنا بإشارة سالب ونقوم بعملية الجمع A مع A تختفي B هنا ناقص C تساوي 30 ناقص 5 يعني ناقص 5 يعني هنا نقوم بقلب المعادلة يعني ممكن أقوم بعملية طرح معاك سيطلع الجواب فورا وبتالي إجابة 5 والجواب هو A في سؤال التاسع نقوم بعملية كتابة المعادلة A زائد B تساوي C زائد 4 أيضا لدي B زائد C هي عبارة A زائد 20 الآن هنا لدي المعادلة الأخيرة C زائد A تساوي B زائد من المعادلة الأولى والمعادلة الثالثة هنا نقوم بإخراج B وتعوضه في المعادلة الثالثة C زائد A تساوي بدل B سوف أضع C زائد 4 ناقص A هنا زائد العشرة الآن C مع C تختفي تصبح 2 A ننقل ها للطرف الآخر 2 A تساوي هنا 14 هذا يؤدي أن A هي عبارة عن 7 لما كانت A 7 هذا يؤدي أن هنا بتعويض قيمة A 7 أصبح لدي B زائد C هو عبارة عن 20 27 بتعويض قيمة B في نفس المعادلة هنا يصبح لدي A ناقص C عفوا هنا لدي B ناقص C تساوي هنا 7 ننقل ها إلى الطرف الآخر تصبح ناقص 7 زائد 4 ناقص 3 B ناقص C الآن بإجراء عملية جمع هنا C مع C تختفي يصبح لدي 2 B تساوي 27 ناقص 3 يعني 20 24 B هنا تساوي 12 والإجابة هي D في سؤال العاشر لدي 2 A تساوي 4 مضروبة في C هذا يؤدي أن A هي عبارة عن 2 C هنا لدي A زائد B هي عبارة عن 12 يعني ببساطة هنا المطلوب هو قيمة 2C زائد B على 2 بدل A سوف أضع 2C تصبح لدي 2C زائد B تساوي 12 حصلت على البسط هنا لدي 12 على 2 وتساوي 6 والإجابة هي B في السؤال 11 لأن نقوم بإخراج المعادلات وجمعها هنا A زائد B تساوي 30 34 B زائد C هو عبارة 30 37 والC زائد A هي عبارة 30 31 بإجراء عملية الجمع 2 في A زائد B زائد C تساوي إلى هنا لدي 7 8 12 2 1 9 11 وبالتالي A زائد B زائد C هي عبارة عن 50 51 المطلوب إيجاد قيمة B A زائد C 31 وبالتالي B تساوي 50 51 ناقص 30 31 ويساوي 20 والإجابة هي G في السؤال الثانية عشر والأخير في هذا تس نقوم بجمع المعادلات أول شي A زائد B تساوي 30 نخرج المعادلات B زائد C هي عبارة عن 40 والC زائد A هي عبارة عن 30 32 لدي هنا 2 6 102 هذه قيمة 2 في A زائد B زائد C هذا يؤدي أن A زائد B زائد C هي عبارة 102 على 52 وتساوي 51 والإجابة هي وشكرا لكم موسيقى